آثار الرقة التي تعود إلى العهود الإغريقية والبيزنطية والرومانية بالإضافة إلى الحضارة الإسلامية ضحية صامتة للحرب في سوريا المعارك التي شهدتها المدينة تسببت في ضمار جزئي لقصر العباسيين وغيره من الآثار مجلس الرقة المدني رمم خمسة مواقع تاريخية بشكل إسعافي لكنه يشتكي من قلة الإمكانيات مدينة الرقة تمتلك العديد من المواقع الأثرية استطعنا ترميم أجزاء منها طبعا نذكر بعض هذه المواقع متحف الرقة التاريخي، سورة الرقة الأثري أيضا رممنا الدعمات الاستنادية لموقع قصر البنات حاليا قام نشتغل بمكتبة الرقة الوطنية يوجد في مدينة الرقة ما يقارب المئة موقع أثري وكلها متضررة وتحتاج إلى دعم مادي ومعنوي تنظيم داعش حفر الأنفاق في سور الرافقة وغيره من المواقع الأثرية وحول قسما منها إلى مستودعات ونقاط عسكرية وتعرضت عشرات الممتلكات الثقافية ضمن الحدود الإدارية لمدينة الرقة للسلب والنهب حسب السلطات المحلية المخطوطات والأختام والتماثيل الأثرية بالإضافة إلى المعروضات المسمارية التي كانت موجودة في متحف الرقة سرقت في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2017 متحف الرقة الوطني كان يحتوي على ثبت ألاف قطع أثرية ثلاث ألاف قطع أثرية سرقت بقبل الجماعات المسلعة وكانت هذه القطع مودعة في البنك المركزي والقطع الأخرى وعدده خمس ألاف شرقت من المتحف المتحف مباشرة بعد مضي أكثر من أربع سنوات على دحر تنظيم داعش في الرقة لا تزال بعض الآثار تعاني من الإهمال فهنا موقع مدينة توتل الذي يعد من أعظم الشواهد التاريخية لحقبة البرونز بات مصدر رزق للنازحين الذين يعملون في جمع القمامة من جهة أخرى تعد عمليات التنقيب السري في التلال الأثرية ومخالفات البناء بالقرب من المعالم التاريخية تحديات جديدة تواجه آثار الرقة تحرير الرقة لم يضع حدا للتعديات على عشرات الممتلكات الثقافية في أموم المحافظة حسب خبراء الآثار فموقع مدينة توتل في تل البيعة والتي يعود تاريخها إلى الألف الثاني قبل الميلاد تحول قسم منه إلى مكب للنفايات وإلى مخيم عشوائي لإيواء النازحين هيبا رثمان الحرة من الرقة شمال سوريا